في بنسلفانيا يستكشف عالمان كهفاً على عمق ألف ألف قدم تحت درب الأبلاش يخترقان طبقات من الصخور القديمة ويكتشفان نظام كهف غير مستكشف فجأة يسمعان ضوضاء غريبة ويصدمان لرؤية مجموعة من المخلوقات المجنحة تطير خارج الكهف يريد المستكشفان الهروب لكن المخلوقات تحيط بهما على الفور وتقتلهما في مونتكلير تنتهي آلي من يوم دراسي آخر وتحاول جاهدة تجاهل الرجال الأشرار الذين يسخرون منها لكونها صماء لحسن الحظ لديها أفضل صديق لها روب الذي تعلم لغة الإشارة للتواصل معها حتى لو كانت تستطيع قراءة الشفاه إنه داعم للغاية ويمشي معها إلى المنزل ممسكاً بيدها عندما تصل آلي إلى المنزل يرحب بها بسرعة كلب العائلة أوتيس ويهينها شقيقها جود توبخها والدتها كيلي لأنها تأخرت لكنها أيضاً تضايقها بسبب علاقتها بروب فجأة يبدأ أوتيس بالنباح وتلاحظ آلي أن شعره يقف كما لو كان هناك شيء خطير هناك تلك الليلة ترى آلي مجموعة من المروحيات تحلق فوق المنطقة وبعض الدخان في المسافة ثم تجد جدتها لين تدخن وهو ما لا ينبغي لها أن تفعله بسبب رئتيها الضعيفتين تعد آلي بأنها لن تخبر كيلي بعد ذلك تشاهد آلي والديها يتحدثان وتكشف أنها فقدت سمعها وجديها من جهة الأب منذ ثلاث سنوات في حادث سيارة لكنها تشعر أن والديها هم من فقدنا السمع أكثر من غيرهم تذهب إلى الفراش وتتحقق من رسالة من روب على طاولتها والتي تتضمن مقطع فيديو لسرب غامض من المخلوقات الطائرة في سماء الليل قاطعها والدها هيو فجأة الذي يضايقها أيضاً بشأن روب تستعد آلي بعد ذلك للنوم لكن أوتيس متوتر لاحقاً في منتصف الليل توقظ كيلي آلي وتأخذها إلى غرفة المعيشة حيث تشاهد العائلة بالإضافة إلى أفضل صديق لهيوغلين الأخبار تتعرض العديد من مدن الولايات المتحدة للهجوم وينتشر الخطر ببطء في جميع أنحاء البلاد في البداية يقولون إنهم إرهابيون ولكن سرعان ما تنتشر مقاطع فيديو عبر الهاتف تظهر جثثاً مشواهة في الشوارع يظهر أحد مقاطع الفيديو أم من وضعت شريطاً لاصقاً على فم ابنها وتضع لافتة تقول لا تصدر ضوضاء في تلك اللحظة يسمعون انفجاراً وتركض العائلة خارجاً لترى الطائرات النفاثة تحلق عندما يعودون إلى الداخل تعرض الأخبار مقطع فيديو جديداً من فريق الاستكشاف يؤكد أن بعض المخلوقات القديمة هاربت من كهف قديم وتهاجم البشر الآن فجأة يتغير التلفزيون إلى نظام البث الطارئ وينصح الجميع بالبقاء في الداخل مع إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم إحداث ضوضاء تشير آلي إلى أن المدن هي أسوأ مكان يمكن أن تكون فيه بسبب الضوضاء لذلك تقرر العائلة حزم أمتعتها ومغادرة المدينة يغادر جلين وجود في سيارة واحدة ويصعد الآخرون في السيارة الثانية مع أوتيس وبينما يبتعدون يلاحظون الدخان يغطي المدينة بأكملها في أنفاق المترو توقف القطار وعلقت مجموعة من الأشخاص بالداخل محاولين البقاء هادئين ثم بدأت طفلة في البكاء وأخذها الركاب بعيداً عن الأم عازمون على إخراجها من القطار أمسكت الأم طفلتها بيأس وأعلنت أنها ستذهب مع والدتها وابنتها اترك القطار وسر عبر النفاق في صمت ومع ذلك عندما أسقطت الطفلة مصاصتها عن طريق الخطأ بكت مرة أخرى وظهرت المخلوقات بسرعة تبدأ الأم في الركض مع الطفل لكنها ليست سريعة بما يكفي والركاب والقطار يشاهدونهم يقتلون نعود إلى العائلة يسمعون على الراديو أن حصيلة القتلى وصلت إلى أرقام كارثية تتحدث آلي معروب على جهازها اللوحي ويشرح أن عائلته قررت البقاء في المنزل كما أوسط السلطات في النهاية تتوقف العائلة في محطة وقود للحصول على الإمدادات وتمشي آلي مع أوتا حتى يتمكن من التبول فجأة يبدأ أوتيس في النباح على رجل مسلح يطلق النار على السماء ويطلب من العائلة سيارتهم هي مستعد لإعطائه المفاتيح ومع ذلك يطلق جلين النار على الرجل في ساقه ويقفز أوتيس ليعضه ثم يأخذ جلين سلاح الرجل وتغادر العائلة في سيارتهم غير مهتمين بما قد يحدث للرجل في النهاية يجعل التوتر والخوف جود قلقا للغاية لدرجة أنه يختار تغيير سيارته لركوب مع والديه تستمر آلي في متابعة الأخبار على جهازها اللوحي وتعلم أنهم أطلقوا على المخلوقات اسم VESBS نسبة إلى الكلمة الإسبانية التي تعني الدبابير بسبب طريقة تجمهرها فجأة يضغط على المكابح متجنبا الاستدامة في اللحظة الأخيرة الطريق مليء بالمرور لذا يقررون الخروج عن الطريق والابتعاد عن الحضارة يعبرون بوابة ويصلون إلى طريق معزول بينما يستمر الراديو في ذكر جميع الولايات التي تتعرض للهجوم على جهازها اللوحي صور ليزي المرعبة لجميع المآسي في البلاد بعد بضع ساعات من القيادة يتصل غلين بالآخرين من سيارته قائلا إن الطريق أصبح صعبا لذا سيتوقف لإفساح الطريق ومع ذلك يخرج بعض الغزلان فجأة من الغابة ويسد الطريق مما يدفع غلين إلى محاولة تفاديهم والنزول عن الطريق تتدحرج سيارته أسفل التل وتهبط على سطحها تاركة غلين محاصرا في الداخل يركض هيو للمساعدة ولكن بغض النظر عن مقدار ما يسحبه لا يمكنه فتح الباب وساق غلين عالقة لذا لا يمكن سحبه من النافذة تحاول كيلي الاتصال برقم 9 من ونحن لكن لا أحد يجيب ويحاول هيو فتح الباب مرة أخرى بأداة دون جدوى بعد أن تقبل الموقف يطلب منك جلين إحضار بنادقه وبمجرد حصوله عليها يطلب من الأسرة المغادرة بدونه يتردد هيو ويعد بالعودة بمساعدة تعود الأسرة إلى السيارة ويبدأ أوتيس في النباح تلاحظ آل شعره منتصبا وتتذكر تحذير عدم وجود ضوضاء لذلك تطلب من والدها إيقاف تشغيل المحرك لسوء الحظ فات الأوان واستضمت سترة بنافذة السيارة ينبح أوتيس بشكل أسوأ عندما يراه مما يجذب بدوره المزيد من طيور الفسب التي تستمر في ضرب النوافذ تصرخ لين ويسمعها جلين الذي يمكنه أيضاً سماع هدير طيور الفسب لإنقاذ العائلة بدأ في إطلاق النار من بنادقه مما تسبب في محاصرة فيسب لسيارته وقتله بسرعة لا يزال أوتيس لا يتوقف عن النباح حتى عندما حاول تهديئته لذلك ليس أمام هيو خيار متجاهلاً توسلات ابنته يدفع أوتيس خارج السيارة ويسمح لفسب بقتله بعد بضع ساعات لا تزال العائلة في السيارة المكان هادئ ولكن لا يزال هناك عدد قليل من فيسب حولها لذلك تخشى العائلة تشغيل السيارة لا يمكنهم البقاء هناك إلى الأبد لذلك يترك هيو السيارة بحذر شديد للتحقيق في تلك اللحظة أصيبت لين بنوبة ربو وكانت الثواني القليلة التي استغرقتها لإمساك جهاز الاستنشاق الخاص بها كافية لهبوط فيسب على سطح السيارة أمسك هيو ببطء بالأداة التي أسقطها في وقت سابق وألقى بها أمامه لذلك ذهب فيسب خلفها دون أن يلاحظه حتى بعد أن طارت السترة بعيداً عاد إلى السيارة واستخدم لغة الإشارة لشرح المخلوقات التي تطاردها الأصوات لأنها عمياء وافقت العائلة على إيقاف تشغيل جميع الأجهزة والتحدث باستخدام لغة الإشارة فقط ثم يطلب هيو من لين ولعتها فيصدم كيلي بكشفه أن والدتها تدخن يذهب هيو إلى سيارة جلين وبعد أن يودع الجثة يشعل السيارة بالنيران تحيط فيسبا على الفور بالسيارة المحترقة ويموتون عندما تنفجر السيارة الآن يمكن للعائلة الاستمرار في السفر سيراً على الأقدام تجعل الرحلة الطويلة لين تشعر بالسوء لذلك يجب أن تكون حريصة على عدم إحداث ضوضاء كلما واجهت صعوبة في التنفس واستخدمت جهاز الاستنشاق الخاص بها توافق الأسرة على التوقف للراحة ويستغل هيو الفرصة للاعتذار للحلفاء عما حدث لأوتيس موضحاً أنه لم يكن لديه خيار تريد لين أن تخبر كيلي الأطفال أخيراً بأنها مصابة بسرطان الرئة لكن كيلي ترفض جعل اليوم أكثر كآبة باستخدام منظاره يرى جود منزلاً قريباً وتتجه العائلة إلى هناك حل الليل بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى السياج وبمجرد أن حاول هيو فتحه رن جرساً عن طريق الخطأ سرعان ما هبط سترة على السياج في نفس الوقت يخرج صاحب المنزل ويهدد بإطلاق النار على أي متسللين يبدو أن عزلتها أبقت كيلي غير مدركة للموقف وصوتها يجذب على الفور مجموعة من الأفاع التي تدفعها إلى البئر لقتلها بسرعة تقرر الأسرة البحث عن مدخل بديل وتجد أنبوب صرف قريباً الذي يذهب أولاً ويزحف عبر الأنبوب دون أن يلاحظ ثعباناً يختبئ في التراب عندما يصل إلى الجانب الآخر يدخل المنزل ويؤكد أنه فارغ قبل أن يلوح لعائلته ليخبرهم بالدخول تبدأ المجموعة في الزحف عبر الأنبوب أيضاً وهذه المرة يخرج الثعبان وهو يهسهس عليهم يتسبب الأنبوب في حدوث صدى ويسمع سترة الهسهسة لذلك تطير للقبض على الثعبان قبل أن يتمكن من الهجوم في نفس الوقت تذهب سترة ثانية إلى الطرف الآخر وتهاجم كيلي مما يؤدي إلى إصابة ساقها بعد سماع صراخها هرع هيو لتفعيل آلة تقطيع الخشب وطارت جميع المخلوقات فيسب مباشرة إلى الآلة وتموت على الفور بعد ذلك تحمل الأسرة كيلي إلى المنزل كانت لين ممرضة لذا قطعت سروال كيلي للعناية بالجرح وهو أكثر خطورة مما توقعوا بعد أن نامت كيلي تقاسمت لين وهيو مشروباً في الخارج عادت المخلوقات إلى البئر لمواصلة التغذية على صاحب المنزل الميت في الطابق العلوي تمكنت آلي من استخدام جهازها اللوحي للتواصل مع روب الذي يبدو أشعثاً ومغطى بالتراب أخبرها أن والديه ماتا وحاولت آلي دعوته للانضمام إليها في الكابينة ولكن في تلك اللحظة انقطع الاتصال في صباح اليوم التالي رأت آلي في الأخبار أن العديد من الناس يرون المخلوقات فيسب كرموز دينية وحتى أنهم يحرقون الملحدين تتحقق لين من جرح كيلي وتلاحظ أنه يزداد سوءاً لذا أخبرت الآخرين أنها بحاجة إلى المضادات الحيوية للبقاء على قيد الحياة بعد أن ابتعدا عن القبو يستعد هيو للمغادرة مع آلي يريد جود أن يأتي معه لكن هيو يخبره بحماية جدته ثم يفتح هيو وآلي البوابة الأمامية قليلاً مع التأكد من عدم تشغيل الجرس مرة أخرى يربط هيو الباب بالأرض لتجنب أي ضوضاء أخرى ويغادر الثنائية بعناية من خلال الفجوة الضيقة هناك الكثير من الطيور المائية تحلق في المنطقة لكن الثنائية يتجاهلها أثناء سيرهما إلى أقرب مدينة في الطريق يجدان جثثاً مصابة بجروح تشير إلى أن بشراً آخرين فعلوا ذلك عندما وصلا إلى المدينة وجداها فارغة وبقع الدم في كل مكان ولم يلاحظا القس يراقبهما من بعيد الباب الأمامي للصيدلية مغلق لذا يجب على هيو وآلي الدخول من الخلف في الداخل تضربهم رائحة تعفن جثث الأشخاص الذين ماتوا أثناء محاولتهم أخذ الإمدادات بينما يأخذ هيو المضادات الحيوية تلقي آلي نظرة فاحصة على الجثث وتكتشف أن فيسبا قد وضعوا بيضاً بداخلها فجأة يكسر سترة طفل البيضة ويرش السائل على وجه آلي مما يجعلها تلهث تسمعها ثلاثة فيسبو كبيرة وتهبط على الرفوف في انتظار ضوضاء أخرى تنظر آلي حولها وترى انذار حريق لذلك يطلب هيو ممسحة بعد أن أعطته آلي واحدة بهدوء أشعل هيو فيها النار ورفعها لتنشيط الانذار أربك صد الصوت على الماء فيسب مما سمح لهيو وآلي بمغادرة الصيدلية بأمان في طريقهم للخروج من المدينة يجدون القس الذي يتبعهم عندما حاولوا تجنبه للتواصل بهدوء أظهر لهم القس ما كتبه على دفتر ملاحظاته وطلب منهم الانضمام إلى قطيعه المسمى The Hashed رفضت آلي وهيو والعرض وابتعد بينما أطلق القس هسهسة عليهما وكشف عن قطع لسانه سرعان ما عاد الثنائي إلى المنزل وساعد الدواء كيلي على الشعور بالتحسن حاول الحصول على المزيد من الأخبار من التلفزيون لكن لا توجد إشارة أخبرته آلي آخر شيء تعلمته من جهازها اللوحي تبث شبكة CNN من مخبأ وإشارتها ضعيفة أيضاً لا يحب أهل فيسب البرد الشديد وهناك صور لهم وهم ميتون في الثلج هذا يعني أن الناس فوق الدائرة القطبية الشمالية نجو من ناحية أخرى يتم مسح مناطق بأكملها من البلاد من على الخريطة تسمى هذه المناطق الرمادية لأنها انفصلت عن جميع التكنولوجيا يحاول جود تسلية نفسه بالبطاقات ويقطع له هيو شريحة لحم حتى يتمكن أيضاً من القتال في أحد الأيام يظهر القس خارج المنزل مع مجموعة من الأشخاص الذين فقدوا ألسنتهم يخرج هيو ويطلب منهم ترك الأسرة بمفردها لكن القس يستمر في مطالبته بالانضمام إليهم ويذكر أن آلي خصبة غاضباً يخرج هيو سلاحاً لتهديدهم لكن القس يعرف أنه لن يطلق النار لأن الضوضاء ستجذب صلاة فيسب بعد مشاركة المجموعة في صلاة صامتة يغادرون بعد فترة تتلقى آلي رسالة من روب الذي يخبرها أنه متجه إلى الشمال البارد حيث بنى الناجون ملجأ لسوء الحظ قبل أن يتمكن روب من إعطائها الاتجاهات انقطعت الإشارة مرة أخرى في منتصف الليل يسمع هيو ضوضاء وتتحقق الأسرة من الخارج لتكتشف فتاة تنتظر عند الباب سمحوا لها بالدخول وطرحوا عليها أسئلة فقط لاكتشاف أنها فقدت لسانها تم إرسال الفتاة من قبل القس وعندما فتحت سترتها كشفت عن مجموعة من الهواتف مربوطة حول جسدها في الوقت نفسه تلاحظ آلي ظلا في نافذتها وتلقي نظرة فاحصة لتجد هاتفا مثبتا على الزجاج وفجأة يبدأ هذا الهاتف والهواتف الأخرى المحيطة بالفتاة في الرنين مما يتسبب في بدء فيسب في الطيران نحو المنزل والاستضام بالنوافذ يأخذ هيو جميع الهواتف من الفتاة ويلقيها في الماء مما يؤدي إلى إسكاتها بشكل فعال تمكنت سترة من اختراق نافذة آلي لكنها خرجت من الغرفة وأغلقت الباب في الوقت المناسب بمجرد توقف جميع الهواتف عن الرنين يبدو أن فيسب على وشك الاستسلام ومع ذلك تم العثور على هاتف آخر في نافذة أخرى مما يحدث ضوضاء أيضا نظرا لأن فيسب على وشك كسر الزجاج حاول هيو وجود حجب نافذة بينما ركضت النساء للاختباء في الطابق السفلي هناك ثلاثة أعضاء من الصامتين ينتظرونهم هناك وقفزوا على الفور على آلي للقبض عليها تحاول كيلي مهاجمتهم بمطرقة لكنهم يدفعونها بعيدا بسهولة ويهربون مع ابنتها بالإضافة إلى الفتاة الصغيرة تلاحقهم لين وتدفعهم إلى الأرض في الوقت نفسه تعض آلي أيديهم لجعلهم يسقطونها بينما تهرب آلي تصرخ لين مما يجذب مجموعة من فيسب الذين يقتلونها على الفور ومعظم الخاطفين تخرج العائلة وتبكي من أجل لين ولكن لسوء الحظ يظهر القس والمزيد من الهامس ويأسرون آلي بسرعة مرة أخرى يأسين لإنقاذها يذهب كيلي وهيو وجود وراء المجموعة دون تردد في طعن أي هاس يجرؤ على القتال عندما يتم تحرير آلي كما تنضم إلى القتال وتضرب رجلا على رأسه بصخرة كبيرة يتصدى هيو للقس ويحاول خنقه فقط ليطعنه القس بسكين ثم يرد هيو بضربة رأس ويسقط الرجل أرضا بعد أن قتلت كيلي الرجل الأخير لم يبق من بين الجثث سوى الفتاة الصغيرة والمرأة اللتين غادرتا المكان خوفا أخرج كيلي السكين من جرح هيو واستخدم سلاحه لضرب القس حتى الموت في اليوم التالي بدأت العائلة في السفر شمالا ولم تتوقف إلا في الليل للراحة وفي النهاية تمكنوا من الصعود إلى الجبل ووجدوا الملجأ باتباع العلامات التي تركها الناجون هناك تلتقي آليبروب الذي علمها كيفية استخدام القوس والآن يصطادان فيسبوا معا عندما يقتربون كثيرا من منزلهم الجديد تأكد من الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا شكرا لك على المشاهدة اشتركوا في القناة